تم اختراق سيادة العراق الحكومة كان الهرد وليس فقط عن طريق البيان الذي صدر من رئاسة الأركان الجمهورية أكيد هناك اتصالات جرت ما بين الحكومة العراقية وحكومة الجمهورية الإسلامية أعتقد اليوم وأشرت أنا في كلامي وهي ضرورة واضحة على الجميع أن يضعها أمام عينه في موضوع احترام سيادة العراق يا سيد الكريم أشرنا أنه العراق وسيادته هي خط أحمر مثلما سيادة أي دولة جارة هي خط أحمر وأحنا أكدنا وأشرنا أنه نحن لا نقبل أن تكون الأراضي العراقية منطلق للقيام بأي عمل تخريبي أو إرهابي باتجاه أي دولة جارة أي عسكري لا يتوجه أي حكومة عليها أن تعمل بطرق دبلماسية بتفاهمات بعمل باتجاه الخروج من هذه الأزمات اللي موجودة لكن نحن لن نقف مكتوفي الأيدي في حال أنه انتهكت سيادة العراق هناك عمل ده يجري هناك تفاهمات هناك لقاءات يعني ما ما معنى أن تتفو مكتوفي الأيدي يعني ما فهمت العاية عندما تصل الأمور عندما تصل الأمور أستاذ نجم عندما تصل الأمور لانتهاك العراق وسيادة العراق وصلت بشكل كبير وواضح وانتهكت لا بعد إذا سمحت لي نعم هناك ضربات جوية هناك تواجد هناك قصف مدفعي موجود هذا المبرر هو ما يسمى بالمعارضة أو ما يسموهم هم بالإرهابيين نحن نعمل مع كل هذه الدول على تحجيم هذه المنظمات وإيقافها ومنعها من قيام بعمليات باتجاه أي دولة جارة لا نريد أن تكون هناك دريعة عندما ننتهي من هذا الموضوع وبالطوق التي نعمل عليها وبعمل الدبلوماسي وعمل الحكومة العراقية أعتقد سنصل إلى نتائج كبيرة بخصوص هذا الموضوع لكن نرجع ونقول أنه لكل حادث ولكل توقيت ردة الفعل التي ستكون باتجاهها سيادة العراق مهمة أمن وسلامة المواطن العراق في أي بقعة من العراق مهمة جدا سواء في أقليم كردستان أو في الوسط أو في الجنوب لأن كلهم عراقيين سواء عربي أو كردي أو مسيحي أو أزيدي كلهم عراقيين نعم وأعتقد خطوات اتفاقية سنجار أو اتفاق سنجار كاتفاقية مهمة جدا وفيها نقاط مهمة جدا ولو طبقت بشكل الشكل الصحيح ستكون نتائجة إيجابية ترجمة نانسي قنقر